احتفلت قيادة المنطقة العسكرية الثالثة بتخريج الدفعة الخامسة مهارات قتالية ومستجدين من قوات اللواء 48 مشا واكد قائد مدرسة القتال العميد الركن جلال البعداني اهمية التدريب والتأهيل في صقل وتنمية مهارات منتصبية الجيش بما ينعكس ايجابا على ادائهم في الميدان معبرا عن شكره لقيادة المنطقة العسكرية الثالثة على اهتمامها بجوانب التدريب والتأهيل في مختلف المجالات والتخصصات وشهد الحفل عرضا عسكريا اظهر خلاله الخرجون ما اكتسبوه من خبرات ومهارات قتالية خلال فترة التدريب واكدين جاهزيتهم العالية لتنفيذ المهام الوطنية الموكلة اليهم حضر الحفلة نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل اللواء الركن احمد العابسي وقائد المنطقة العسكرية الثالث اللواء الركن منصور ثوابة وعدد من القيادات العسكرية